وجه 27 عضوا في الكونرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية التي لها علاقات وثيقة بروسيا من خلال صفقات التسلح المبرمة معها وعبر أعضاء الكونرس الأمريكي في الرسالة الموجهة إلى رئيس الدبلوماسية الأمريكية عن قلقهم بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهوري الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكشف المشرعون الأمريكيون أن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر في العام الماضي وحده أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار في هذه الصفقة وافقت الجزائر على شراء طائرة مقاتلة روسية متقدمة وفي السابق لم توافق روسيا على بيع هذه الطائرة المعينة إلى أي دولة أخرى حتى الآن وقد جعلت هذه الصفقة العسكرية الجزائر ثالث أكبر متلقي للأسلحة الروسية في العالم وبناء على ذلك طالب أعضاء الكونرس الوزير الخارجية بن كلين بالبدء فورا في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية مضيفين تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه واستطرد الماستر ذاته أنه مع استمرار الحرب في أوكرانيا فإن روسيا في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة جهودها الحربية مبرزا أن موسكو لجأت إلى فرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي نتيجة دخوله على خط الصراع من خلال منع مبيعات الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية لكن ذلك ترك الرئيس فلاديمير بوتين مع القليل من التدافقات المالية في خزائن الحكومة الروسية اشتركوا في القناة